السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مخطط اشكاوة لمعرفة سبب المشكلة او بيسموه عبن السمكة هو شكله زي ما شايفين سهل و بسيط بيبدأ يحطلي المشكلة و يبدأ يشوف ايه الاسباب الرئاسية يعني ممكن نقسم مثلا عندنا كوباية قهوة معمولة بشكل سيء طعمها و وحش او تقيلة او كده فببدأ احط المشكلة و ببدأ ارسل الحياة الاسية يعني ممكن يكون عندي مشكلة في الالات او المواد او الطرق او القوى البشرية برسمي الخطوط الرئاسية و بعد كده كل واحدة فيهم ببدأ احط النقط الرئاسية عندي يعني مثلا القوى البشرية ممكن انا مبعرفش اعملها نقص خبرة مفيش حافز ان انا اعمل قهوة بعملها لحد مش بعملها ليا في بعملها كان انا بعمل شي تمام فدي حاجات خاصة في العمل البشرية فيه ممكن الطريقة نفسها يعني فيه واحد بس يحط اهوة تيلة جدا فتطلع وحشة بيحط حاجة خفيفة بيحطها وقت قليل كمية الاهوة للمياه قليلة دي حاجات تخلي الاهوة تطلع وحشة ممكن الالات نفسها يعني ممكن يكون الابريق او الحاجة اللي نبعين فيها اهوة مصدية او فيها مشكلة او درجة الحرارة المياه عالية ممكن نقصد من asymptote حاجاتك من المواد س Same ونتيتم عن الابريق القليل مما بحاجة الاسباب في المشكلة في الحاجات وميصد الخاصة قدد حددنا المشكلة وحددنا الاسباب الرئاسيه حددنا ما هي الأسباب التي ممكن تكون هي السبب في المشكلة فنقدر نحدد أهم المعايير بحيث نوصل لأني واحدة فيهم هي اللي موجودة يعني ممكن لأ ده هو نفس اللابل هو نفس الماياف فلا ده نقدر نوصل لأني سبب الأسباب المشكلة لما بنعمل المخطط دوات بيبان لنا أنا حاجة اللي ممكن نشك فيها ونبدأ نحاول نتأكد هل هي فعلا كسبب المشكلة موسيقى